افتتح بالقاهرة معارض مصر بقت أحلى للأنشطة الطلابية والذي أقامته مدرية التربية والتعليم بالمحافظة بمشاركة جميع الإدارات التعليمية تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة إنجازات حققتها الدولة في شتى المجالات جسدتها مهارات طلاب التعليم الفني بالمعرض السنوي للمجال الصناعي مصر بقت أحلى وذلك بمجمع الملك فهد التعليمي من خلال مجسمات مختلفة للمشروعات التنموية التي نفذها طلاب المدارس بمحافظة القاهرة هذا نحن في معرض مصر بيت أحلى بالتنظمة مدرية التربية والتعليم القاهرة طبعاً والحقيقة يعني المعرض ده بيكسد يعني أعمال الطلاب من المراحل المختلفة بجميع المشروعات القومية اللي تمت في خلال السبع سنوات الماضية ويعني جميع النجازات اللي هي أطلقها والمجادرات أطلقها السيادة الرئيسة فتاح السيسي خلال الفترة الماضية والفترة الحالية مشروع تطوير الريف المصري العاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي القضاء على العشوائيات طريق الكباش وغيرها الكثير لما تم إنجازه خلال سبع سنوات حيث ضم المعرض ما يزيد عن سبعمائة مجسم فني لثلاث وثلاثين إدارة تعليمية بمحافظة القاهرة المعرض اللي احنا فيه النهاردة معرض مدرية التربية والتعليم بالقاهرة للمجال الصناعي بضم معرضات ومشغولات 33 إدارة موجودين في محافظة القاهرة المعرض ده كلمة شكر لسيادة الرئيس على المجهودات والشغل والإنجازات اللي احنا شفناها على مدار سبع سنين المعرض بتاعنا اسمه مصر بقت أحلى وفعلا مصر بقت أحلى في ظل وجود سيادة الرئيس معنا المعرض بيشمل أعمال الطلبة طبعا برعاية المدرسينهم والقائمين عليهم فيه برضو النهاردة بيعرضوا نموذج للأهرامات وبرج القاهرة مصنوع من إشر الليب ودول دخلوا به موسوعة جنس ودي حاجة مميزة وحققوا به ريكرد عالي سعيدة جدا أن أنا بشارك في المعرض الخاص بالمجال الصناعي وبقدم لوحة خشبية مصنوع من خشب MZF مصمم لها ارتفاع لتكون بارزة وكمان مضاف لها شريط لتز بتضم مجموعة من إنجازات الدولة منها البرج الأيكوني بالعاصمة الإدارية وطائرات رفال وكتار مونرال أنا مشاركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبها أطول برج حلم أحلامنا يتحقق في مصر بها أطول برج في أفريقيا برج الأيكوني يصل طوله حالي 400 متر وبها أسرع مترو في العالم مترو المنرول وبها بعض الأبناء السكنية والإدارية هو ممارض فيه نمزج مسغرة لكل إنجازات اللي حصلت خلال السبع سنين التعرق السيسي حكاية إنجازات الدولة بابتكار مهاري للطلاب في مراحل تعليمية مختلفة هنا بالمعرض الفني مصر بأت أحلى جاء في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبني ما يقدمونه من أفكار ترصق قيم الانتماء للوطن سالي سالم التلفزيون المصري